السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي هنتعرف الهدى إن شاء الله على إجابة امتحان الحاسب الآلي محافظة المنوفية تيرم الثاني 2024 يلا بينا أسف مقدما على جودة الصورة السؤال الأول بيقولي ضاع علامة صح أو علامة خطأ يستخدم المبرمج الأمر ريم في كتابة ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود طبعا صح الأمر ريم بيستخدم في كتابة في جعب الكود ملاحظة أو تعليق رقم اثنين المتغير الذي يمثل العداد أو الكاونتر يجب أن يكون نوعه رقمي صحيح أو عشر طبعا صح لازم الكاونتر أو العداد عندي في جملة القعد الفور نيكس لازم يكون من النوع الرقم ممكن يكون صحيح أو يكون عشر يعني ممكن نحن نبدأ من واحد نبدأ من صفر نبدأ من سالب نبدأ من قصور كلمات العناصر داخل الكمبو بوكس لها ترتيب اندكس يبدأ من واحد طبعا إجابة خاطئة لأن الترتيب بيبدأ من صفر من زيرو نوع البيان بايت الحد الأدنى له صفر والحد الأقصى له 255 طبعا إجابة صحيحة الخطأ الذي يظهر أثناء تنفيذ برنامج visualbasic.net يطلق عليه خطأ أثناء التشغيل runtime error طبعا صح أثناء التشغيل أو عند التشغيل اسمه runtime القيمة النهائية للمتغير X بعد تنفيذ المعادلة طبعا المعادلة هنا في قص وقسمه وضرب يبقى نبدأ بالقص الأول 4 قص 4 هيبقى 4 4 على 4 فهل 1 يبقى النتج ده كل 1 1 ف4 ب1 يبقى 11 طبعا إيه؟ جابة خاطئة مواقع التواصل الاجتماعي تساعد هي التعرف على أشخاص جدد يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية طبعا ده غلط ده من الأيه السلبيات بتاع التعديل الكتابة إذا كانت قيمة الزيادة موجب موجب واحد أو سالب واحد يمكن الاستغناء عن أمر step add value يعني ما نكتبش معدل الزيادة طبعا غلط لو معدل الزيادة موجب واحد باستغنى عنها يبقى أمر اختياد لكن سالب لا لازم ينكتب إيه اللي فرق بين السالب والموجب إيه اللي عرفت نهاية بقى سالب وموجب لو استغنى يبدأ اسم المتغير أو الثابت بحرف تمام أو علامة الشرطة الصفلية اللي هي الـ underscore ديت طبعا إجابة صحيحة جملة الإعلان عن المتغير يتحدد فيها اسم المتغير ونوع طبعا صح وإحنا بنعلن عن المتغير بقول له دم وبعدين بكتب اسم المتغير as النوع بتاعه يبقى بها اسمه ونوعه تمام صح السؤال الثاني بقول له تم استخدام الأمر نغط للإعلان عن المتغير بأعلن عن المتغير بالأمر اسمه ايه؟ تم تم عن المتغير نغط من النوع إيه؟ إنتجر يبقى هنا نوع المتغير أو نوع البيان إنتجر عدد صحيح طيب القيمة الابتدائية للمتغير x يبقى هنا هنشوف الـ x بدأ من كام طيب القيمة الابتدائية للـ x هجيبها منين؟ هبص ألاقي في صيغة الإعلان جملة الإعلان عندي بقول لي dim x as إنتجر بسوي 2 يبقى إذا القيمة الابتدائية بدأ من كام؟ من 2 طيب تم الإعلان عن المتغير x على مستوى على مستوى ايه؟ ايه المستوى ده؟ المستوى حدثتك اللي هو أول سطر مكتوب هنا ايه؟ private sub button 1 underscore click يبقى على مستوى الإجراء sub للزر button 1 لأنه هنا فوق جالي ايه؟ private private اللي هو سطر الإعلان عن الـ sub اللي هو الإجراء الإجراء بتعميم button 1 طبعاً كليك دي اللي هو الحدث الخاص بالـ button 1 يبقى الإعلان على مستوى الإجراء sub داخل الأداء أو داخل زر button 1 تمام؟ طيب ويتم تشغيل البرنامج بالضغط على طبعاً بضغط على ايه؟ من الترم الأولين؟ من button F5 القيمة التي تظهر في الصندوق النص تيكست بوكس هي نجات هنا بوص كده حضرتك هنا جالي ايه؟ do y يعني التكرار لعند التمانية تمام؟ طيب بقول هنا ايه؟ تيكست بوكس 1 ضد تيكست بسو x يعني إذن اللي هيفضل في تيكست بوكس ايه؟ اكس واحدة فقط وبالتالي هيعرض من اثنين لثمانية هنا بعد المعدل الزيادة هو اثنين يبقى اخر رقم هينعرض كام؟ هينعرض ثمانية ليه؟ لأن هنا المتغير اكس داخل الحلقة التكرارية ما بين do واللو طب لو كان برا هنا اه دي كانت هتفرج كان هيتطلع برا بالايه؟ بالقيمة الزيادة بتاعته كان هيتطلع بعشرة تمام كده؟ طب واحد بيقول لي لا المفروض نكتب اثنين وبعدين اربعة وبعدين ستة وبعدين تمانية اقول له اه دي في حالة ايه؟ لو هو الكود هنا مكتوب تيكست بوكس وان دوت تيكست بيساوي تيكست بوكس وان دوت تيكست اند اكس كنا هنعمل كده لكن هنا مكتوب اسم المتغير اكس فقط يبقى هنا القيمة هتنعرض هي اخر قيمة تعرض فقط اخر قيمة هتنعرض انت بتقول له ها بدايتي من اثنين اخري اقل او يساوي تمانية يبقى اخري يبقى تمانية مي كلمة مي تعني ايه؟ وهنا طبعا المفروض هنا ليس مكتوب هنا مي في الكود بس هنا مي بالمتغير مي بتمكاتب هنا ليس تفرق مي في الكود تشير الى ايه؟ يعني ايه مي؟ مي يعني ايه؟ النموذج الحالي بدل ما اقول الفورم خمسة ولا الفورم عشرة ولا كده لا اسمها مي وخلاص يبقى ليس بكتب الى ارق يبقى مي تعني ايه؟ النموذج الحالي يمكن استبدال جملة دوائد بجملة four ويكون الكود كالتالي طبعاً هيبقى four ودي كان بيأتي صح وغلط ويقول لي هل يمكن نحاول من دوائد للفور نكس أو من دوائد للفور نكس أقول له صح طب من الفور للدوائد هنا أوجد لما يبقى القيم أرقمية طيب هتعال هنا هتبقى four x بيساوي القيمة الابتدائية من كم؟ نحن جايجين هون هنبدأ من اتنين ده احنا كتبها فوجة يبقى two two إلى إلى كام؟ اخرج كام؟ ها تماني ومعدل الزيادة هادي step ها عندها هوت بقول لي x بيساوي x زائد اتنين يبقى معدل زائد كام؟ اتنين ها يبقى بديئة الكود بتاعي ها ها صلي بعضه بقول لي اختر اجابة المناسبة في الكود ده four i بيساوي صفر two seven step three عدد مرات التكرار هي بسيطة بس احنا لو ادأنا نجول مثلا بالراحة كده هنا اول قيمة عندي كام؟ سفر صح؟ يبقى اول قيمة صفر هتتكرى وبعدين هنزود ثلاته على الصفر يبقى كام؟ طبعا ممكن احنا نعملها بشكل علمي. اقول القيمة النهائية اخر القيمة هتنطبع كامل مفروض ستة. القيمة الابتدائية صفر. الكل على مقدار الزيادة. اللي هو مقدار الزيادة عندي هنا كان. الكل ده كله زائد واحد. ده القانون بقول كده. يبينة ستة زائد نجس صفر بستة. ستة عالتلاتة فالكامل اثنين. اثنين زائد واحد سوى كامل تلاتة. يبينة معدل زائد ايه? او عاد مرات تكرار. طيب. في الكود تيكست بوكس وان دوت تيكست. يساوي اي سي تي. هنا بيقول لي الجانب اللي هنا ده اللي هو عبارة عن ايه? هنا طبعا اللي هي عبارة عن ايه? الخاصية. يستخدم المتغير من النوع نضط لتخزين مرتب العامل. الفلوس يعني. طبعا هنا مديني شورت وبيت وسنجل. طبعا هيب ايه? سنجل. واحد بيقول لي ليه سنجل مش خدنا بايت ولا خدنا اي حيه? هجول لان فيه كسور. معي نص جنيه معي خمسة سبعين جرش كلام من ده. يبينة لازم ايه يكون عشرة. يمكن كتابة جملة اف على سطر واحد بدون الامر. اند اف طبعا لان اند اف اختيارية. في حالة كتابة على ايه? سطر واحد. يبينة بدون ايه? اند اف. اللي هي ده. يبينة. طيب هنا بيقول لي تعني تتبع تتبع. يعني انت ماشي وراه. تتبع شخص معين في كافة الواسطة. اللي هنا طبعا التشيير ان انت بتقول عنه كلام. الاستثناء يعني انت بتتجاهله. يبينة مش باجي منه اللي عند الايه? الملاحقة الالكترونية. يبينة التتبع معنا ايه? الملاحقة الالكترونية. طيب. اذا كانت اكس بيساوي خمسة. واي بيساوي خمسة. يبينة اذا الاكس بيساوي واي. صح كده? طيب. فاننا ناتج التعبير الشرط. اكس اقل او يساوي واي. يكون ايه? مش انت قلت لي دي بخمسة. خمسة. ودي بخمسة. يبينة هما الاتنين ايه? متسويين. بس انت هنا بتقول لي اقل او يا حبيب انا بقول اقل او. يعني اما تكون اقل يا اما يساوي. يبينة صح? يبينة اذا ناتج شرطة يكون ايه? true. طيب. نقطة السبعة. بقول لي اذا كان الان بسبعة. فاننا ناتج تنفيذ الكود ايه? طيب بقول لي هنا اف ان مود اتنين. هحط هنا السبعة. بقول لي الان بسبعة. اف ان مود اتنين لا يساوي صفر. الرمز ده اللي هو الاتنين فوش بعض دول. يعني لا يساوي. طيب تعال كده نكسم السبع على الاتنين. سبع على الاتنين فالكام? معي سبع جنيه. ينفع اكسيمهم على الاتنين? لازم كل واحد ياخد رقم صحيح. ما ينفعش. يبينة هيبينة معي ايه? ستة. تمام? ستة اه تقبل. فكل واحد هيخل. وهيبينة بفاضل معي واحد اه. يبينة هل هنا باقي القسمة كانت بصفر? لا. باقي القسمة هيطلع واحد. اه تاني بالبلد كده. معي سبع جنيه. هندي لكل واحد من الاتنين تلاتة جنيه. باجي معي كام جينيه? يبينة هنا باقي القسمة. انا بنزل للرقم الاقل. اه ستة. ستة مو الجسمة على الاتنين تقبل. يبينة باجي من الستة والسبعة كام واحد? يبينة هل هنا صفر? لا مش صفر. هنا بيقول لي لو لا يساوي صفر. لو هم مش بيساوي صفر. نفذ الكود ده. يبينة هيساوي ان زائد اتنين. يبينة سبعة زائد اتنين يبينة كام؟ كسعة. واحد يقول لي لا طب ليه مش نفزنا دي? ما هقولك حاجة. هو بيقول لي لا يساوي صفر. هي مش لا يساوي صفر. وتحقق الشرط بيتم بعد مين? بعد زن. تمام? يبينة عشان كده هنجول. الان بيساوي ان الجديم. ان الجديم هون بيديه اللي عابب سبعة. سبعة زائد اتنين يساوي كام؟ تسعة. طيب. التعبير الشرطي. كيس از اقل من خمسة. يكون صحيح. يكون صحيح. يكون صحيح اذا كانت قيمة المتغير مالها. تبص كده. كيس از الحالة. لو الاس اقل من خمسة. مين الاقل من خمسة? اه اربعة. يبقى لو اقل منك يبقى هيستمر التكرار. طيب لو اكبرت لا هينتهى التكرار. طيب. يجب تخصيص قيمة لها اثناء الاعلان عنها فقط طبعا الايه? constant او السوابت. constant او السوابت. الاعلان عن الدلة يبدأ بالامر function وينتهي طبعا بمين? end function. ادي end function اخر كلمة. end function. تمام. اتمنى اكون وفقت. اتمنى اذا عاد حضرتكم الفيديو متفقدش عناب الاعجاب. اشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس. وما تنساش موجود على القناة انتحانات سنة ولا سنة وتانية سنة وتبالتوفيق بنجاح يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.